اعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرافة وعلان اهلا بكم في احدى حلقات مادة تخطيط وادارة انتاج. النهاردة هناخد مؤايسة. المؤايسة دي مجسمة وزي ما تحدثنا من من قبل. وقلنا طبعا ان احنا لازم نخلي بنا من الاشكال الهندسية. سواء كان جيالي مصاقط او جيالي شكل مجسم. ببدأ اتعرف على الشكل وقوم بعملية تحليله. ومن خلال عملية تحليل هذه المساقط ببدأ اتعرف على الاشكال الهندسية للمؤايسة. طيب احنا المؤايسة بتاعتنا عبارة عن حامل ظهور مصنوع من الخرصانة او من الطوب. هنبدأ نتناول الموضوع بتاعنا وطبعا بنأكد تاني ان لابد قبل ما بص على المؤايسة وقوم بعملية حلها. لابد ان انا اتعرف على الموضوع. هو عاوز ايه بالزبط? وايه هي مواصفات المؤايسة بتاعتنا? طيب نبدأ نشوف مع بعضنا المؤايسة اللي هي حامل ظهور. الموضوع? الموضوع بيقول لي الوصف الشكل الموضح عبارة عن المسقط الرأسي والمسقط الافقي. والمنظور لأيه بالزبط? لحامل ظهور مصنوع من الطوب الاسمنتي. المطلوب. حساب بالمتر المربع توريد وديهان حامل الظهور من جميع الجهات. يعني هيدهنوا من جميع الجهات. لعدد كام? لعدد عشرة. يعني عاوز يدهن عشرة من حامل الظهور ده. طيب بديهان البلاستيك. نبدأ نتعرف على المساقط بتاعة حامل الظهور. زي ما احنا شايفين. عبارة عن شكل مجسم. طبعا ده المسقط الرأسي بتاعنا. المسقط الرأسي مديني مستطيل. نبص على المسقط الافقي. المسقط الافقي بتاعنا. ده المسقط الرأسي. عفوا. وده المسقط الافقي. طيب المسقط الافقي. عبارة عن ايه? عبارة عن مربع. عبارة عن مربع. يبقى ده المسقط الافقي عبارة عن مربع. والمسقط الرأسي عبارة عن مستطيل. يبقى ايه في الاشكال المجسمة يبقى عبارة ايوا سما واحد بيقول لي هو يبقى على شكل منشور رباعي منشور رباعي يعني الجوانب بتاعته كلها على شكل مستطيلات ومتساوية المستطيل اللي هو طوله واحد خمسة وسبعين من مية وعرضه تلاتين من مية دي اللي هي الجوانب اللي موجودة هنا طيب مرتكز عليه حاجة واحاجة واقفة عليها واقفة على ايه على المنشور الرباعي طيب نشوف مسقطه الرأسي مستطيل ومسقطه الافقي عبارة عن دائرة يبقى ايه في الاشكال المجسمة على طول اربط طالما المسقط الرأسي عبارة عن مستطيل والمسقط الافقي عبارة عن دائرة يبقى ايوه ده ايه استوانة يبقى منشور رباعي مرتكز عليه استوانة مرتكز عليه استوانة مرتكز عليه شكل مسقطه الرأسي ايه شبه منحرف مسقطه الرأسي شبه منحرف طب ومسقطه الافقي ومسقطه الافقي عبارة عن مربع كبير بداخله مربع صغير طب نسترجع كده من الحلقة بتاعة المساقط اه ايه المسقط اللي هو كان بيدين المسقط الرأسي شبه منحرف والمسقط الافقي عبارة عن مربع كبير بداخله مربع صغير ايه ايوه هرم رباعي ناقص هرم رباعي ناقص يبقى انا عندي عندي الاشكال المجسمة عبارة عن اول شكل من الاشكال المجسمة عبارة عن ايه عبارة عن منشور رباعي عبارة عن منشور رباعي طيب والشكل اللي بيعلوه اللي واقف عليه عبارة عن استوانة طيب والشكل اللي مرتكز على الاستوانة هرم رباعي ناقص طيب والشكل اللي مرتكز على القاعدة العليا للهرم الرباعي الناقص عبارة عن نصف كرة نصف ايه كرة طيب يبقى احنا كده اتعرفنا على الاشكال المجسمة من خلال المصاقت اتعرفنا على الاشكال المجسمة من خلال المصاقت طيب نشوف كده بقى الشكل المجسم بتاعنا اهو الشكل المجسم بتاعنا واضحة اهو ادي عبارة عن الجوانب بتاعة المنشور الرباعي ادي جنبين ظهرين لينا وفيه جنبين من ناحية التانية يعلوه استوانة اللي بنرمز لها برمز به يعلو الاستوانة الهرم الرباعي الناقص الهرم الرباعي الناقص مرتكز على القاعدة العليا للهرم الرباعي الناقص ايه نصف قرى بنرمز ليه برمز داز طيب احنا كده اتعرفنا مجموعة الاشكال المجسمة من خلال ايه من خلال المساقط طيب هنبدأ بقى عملية الحل بتاعتنا هنبدأ عملية الحل بتاعتنا طيب زي ما قلنا طبعا منشور رباعي وله الجوانب بتاعته على شكل مستطيلات والمستطيلات متساوي عددهم كام اه انت بتقول ايه منشور رباعي يبقى عدد الجوانب اربعة يبقى عدد الجوانب اربعة على شكل ايه على شكل مستطيل طيب الاستوانة عددها مئة استوانة ولا ايه هي استوانة واحدة طيب استوانة واضحة طبعا استوانة طيب الهرم الرباعي لهكم جانب له اربع جوانب له اربع جوانب على شكل شبه منحرف يبقى هنقول على شكل شبه منحرف طيب نصف الكرة نصف الكرة عدد طبعا نصف واحد يبقى هنقول نصف كرة طيب كده انا اتعرفت على الاشكال بتاعتنا طيب اما نيجي نحل بقى طبعا احنا علشان نحل يا جماعة بنبدأ ناخد بالنا ان انا لازم اعمل الجدول بتاعي جدول حل المؤيسة جدول حل المؤيسة طيب علشان نعمل جدول حل المؤيسة طبعا بنقوم بعملية تصطير الجدول بنقوم بعد تصطير الجدول عشان نسطر الجدول طبعا ومن خلال تصطيرنا للجدول لابد انه احنا نكون عارفين البيانات بتاعة الجدول لان الجدول طبعا بيبقى عليه درجة في الامتحان بيبقى عليه درجة في الامتحان اول خانة عندنا بنقول عليها باند بنكتب فيها باند طيب الخانة اللي بعد كده بنكتب فيها بيان الاعمال بيان الاعمال طيب الخانة اللي تليها بنكتب فيها الوحدة يعني ايه الوحدة يعني انا دلوقتي شغال المقاسات بتاعتي بالمتر يبقى لازم اكتبها بالمتر يبقى هنكتب هنا الوحدة وهنا العدد عدد الاشكال بتاعتنا اللي احنا هنجابها طيب الخانة الكبيرة داية اللي هي طبعا الاطوال والعرض والارتفاع بتاعنا بعد كده في عندنا هنا خانة يليها خانة اخرى واخر خانة هنا اللي هي خانة الكمية طيب بنكتب هنكتب طبعا في الخانة من فوق هنا مسطحات وهنا الطول عرض ارتفاع هنا اضافية تنزيل كمية وهنا الاجمالي هنا خانة الملاحظات طيب اول حاجة بعد ما كتبنا بيانات الجدول لابد ان انا اكتب الجملة دي هو طبعا طالب مني مساحة عشرة فانا اللي بيحصل ان انا هجيب له مساحة واحدة الاول او حامل الاول وببدأ اجيب مساحة العشرة بعد كده طيب نشوف كده بنكتب طبعا البند الاول لزوم دهان حامل زهور بديهان حسب ما يكون مديني بقى هو طالب مني بديهان البلاستيك ممكن يكون طالب باي دهان اخر يبقى لازم الجملة دي تكتب لزوم دهان حامل زهور لزوم دهان نصب تسكاري لزوم اي حاجة هو بيطلبها مني لازم اكتبها في بداية الجدول يبقى انا كده سطرت الجدول بتاعي ابدأ اعمل اول خطوة طيب انا علشان اعمل اول خطوة يبقى ببدأ اسطر الخطوة الاولى وطبعا زي ما احنا متفقين طبعا ان احنا بنحل من اسفل واحنا طالعين يبقى هنجيب جوانب ايه هنجيب جوانب المنشور الرباعي طبعا الجوانب على شكل مستطيل يبقى انا بقول مساحة مساحة جوانب الشكل ايه الف جوانب الشكل الف مساحة جوانب الشكل الف طيب جوانب الشكل الف الوحدة طبعا بالمتر الوحدة بالمتر طيب العدد كام اربعة العدد اربعة طيب العدد اربعة القانون القانون بيقول ايه القانون طبعا احنا هنجيب مستطيل يبقى القانون هيقول الطول في العرض الطول في العرض طيب هو طوله واحد خمسة وسبعين عرضه في تلاتين من مية في اربعة هيديني اتنين و عشرة في اربعة هيديني اتنين و عشرة كده احنا عملنا الخطوة الاولى طيب نبدأ ننتقل للخطوة التانية الخطوة التانية خطوة التانية عبارة عن ايه عبارة عن السطح العلوي عبارة عن السطح العلوي لايه للمنشور رباعي اللي هو القاعدة العليا بتاعة الشكل الف القاعدة العليا للشكل الف يبقى بنقول القاعدة العليا الف برضو بالمتر عددها واحد طيب ده احنا بنقول ان ده ما نشره باعي تبقى القاعدة ايه تبقى القاعدة مربع تبقى القاعدة ايه مربع طيب مساحة المربع ايه طول الضلع في نفسه طول الضلع في نفسه طيب يبقى طول الضلع في نفسه يعني ضاد تربية يعني ضاد ايه تربية طيب يعني يعني واحد خمسة وسبعين في واحد خمسة وسبعين بتساوي كام بتساوي تلاتة وستة من مية تلاتة وستة من مية طيب دي الخطوة التانية يبقى احنا كده خلصنا من ايه من الشكل السفلي اللي هو الشكل هنطلع نجيب ايوة هنطلع نجيب الاستوانة هنطلع نجيب الايه الاستوانة يعني المساحة الجانبية للاستوانة المساحة الجانبية للاستوانة طيب يبقى هنقول مساحة الاستوانة طبعا بالمتر عدد هي استوانة واحدة هي استوانة واحدة طيب الاستوانة الوحدة بتاعتنا عبارة عن قانون الاستوانة اللي هو بيقول ايه محيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة في الارتفاع طيب بالرموز بالرموز يبقى طه قاف عين طيب يبقى هنبدأ نطبق القانون يبقى الطه اللي هي تلاتة واربعتاشر فيه فيه القطر بتاعنا اللي هو واحد اربعة وخمسين فيه الارتفاع بتاع الاستوانة اللي هو السمك اللي هو السمك ده كام خمستاشر من مية خمستاشر من مية هنضرب هيطلع لنا الناتج اتنين وسبعين من مية اتنين وسبعين من مية طيب انا جبت كده المساحة الجانبية الاستوانة جبنا المساحة الجانبية للاستوانة اللي هي الجوانب دي طيب بعد كده انا ببدأ ايه اجيب السطح العلوي للاستوانة هجيب السطح العلوي للاستوانة يعني انا كده جبت المساحة الجانبية اللي هي الجوانب بتاعة الشكل به بعد كده هجيب السطح العلوي اللي هو على شكل ايه اللي هو على شكل دائرة على شكل ايه دائرة يعني القاعدة العلية للاستوانة القاعدة العلية للاستوانة طيب على شكل دائرة زي ما قلنا مساحة الدائرة بتساوي ايه بتساوي طه نق تربيع طه نق تربيع طيب طه نق تربيع يعني تلاتة اربعتاشر من مية في نصف القطر نصف القطر احنا جبنا القطر بتاع الاستوانة كام واحد اربعة وخمسين يبقى نصه على طول يبقى نصه كام سبعة وسبعين من مية سبعة وسبعين من مية طيب نطبق القطوة دي وهنكتبها في الجدول بتاعنا فبنقول القاعدة العلية للشكل ايه به ميم طبعا واحد قاعدة واحدة القانون بتاعنا بيقول ايه طه نق تربيع طه نق تربيع طيب طه اللي هي كام تلاتة واربعتاشر من مية في نق اللي هو سبعة وسبعين من مية في سبعة وسبعين من مية هيدينا الناتج واحد ستة وتمانين واحد ستة وتمانين طيب ده ايه ده كده مساحة القاعدة العليا للإستوانة طيب نبدأ ننتقل للشكل التاني اللي هو مرتكز على ايه اللي هو مرتكز على الإستوانة اللي هو مرتكز على الإستوانة اللي هو ايه اللي هو الهرم الرباعي الناقص الهرم الرباعي الناقص هنبدأ نجيب الجوانب بتاعته الجوانب بتاعته على شكل ايه على شكل شبه منحرف قاعدة الكبرى واحد عشرين من مية وقاعدة الصغرى ستين من مية طيب هنجيب شبه من حرف له عدد كام عدد اربعة يبقى انا هبدأ اجيب مساحة واحد واضربه في العدد اللي هو اربعة يبقى واحد عشرين من مية طيب القانون بيقول ايه ايواء القانون واحد بيقول ياهو القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على اتنين في عين اللي هو الارتفاع يعني القاعدة الكبيرة اللي قدامنا ديت زائد القاعدة الصغيرة يعني واحد عشرين من مية زائد ستين من مية على اتنين في الارتفاع اللي هو خاص طبعا بايواء الهرم الرباعي الناقص طبعا مش انضلع الميل ده لا ده الارتفاع اللي بيبقى دايما عمودي طيب اللي هو كان واحد خمسين من مية طيب النتج اللي هيطلع بينضرب في العدد كام؟ ينضرب في العدد اربعة ينضرب في العدد اربعة طيب نبدأ نجيب مساحة جوانب الايه؟ بالمتر طبعا العدد قلنا كام؟ اربعة القانون بيقول ايه؟ قاف زائد قاف شرطة على اتنين في عين طيب نطبق الكلام ده هيبقى واحد عشرين من مية زائد ستين من مية على اتنين في واحد خمسين من مية الناتج اللي هيطبعا الناتج اللي هيطلع هينضرب في كام؟ هينضرب فيه اربعة هيتلع لنا خمسة اربعين من مية طيب يبقى انا جدت كده شبه المنحرف اللي هو خاص بجوانب الايه؟ الهرم الرباعي الناقص فاضل ايه؟ فاضل السطح العلوي له فاضل السطح العلوي له فاضل السطح العلوي له طيب نبدأ نجيب السطح العلوي له السطح العلوي عبارة عن ايه؟ عبارة عن القاعدة اللي هي القاعدة اللي فوق دي اللي هي القاعدة اللي فوق دي اللي هي كام في كام اللي هي ستين في ستين الله طب انت عرفت منين انه هو مربع ما احنا قلنا يا جماعة ان ده هرم رباعي ناقص معنى ان انا بقول رباعي تبقى القعدة بتاعته مربع سواء كانت العليا او السفلة العليا او السفلة طيب احنا عندنا القعدة العليا عبارة عن مربع ستين في ستين ستين في ايه في ستين طيب يبقى هنقول القاعدة العليا للشكل ايه للشكل جيم بالمتر عدد طبعا واحد بنقول مربع يبقى ضغط تربيع يعني ستين في المية من في ستين من مية هيطلع لنا ستة وتلاتين من مية ده الناتج او مساحة القاعدة الايه السغيرة او القاعدة العليا للهرم الرباعي النقص طيب هنبدأ ننتقل لإيه هنبدأ ننتقل للمرتكز على القاعدة العليا للهرم الرباعي النقص للقاعدة العليا للهرم الرباعي النقص اللي هي ايه نصف الكرة اللي هي نصف الكرة طيب نصف الكرة دال مساحة الكرة زي ما احنا عارفين اربعة طه نق تربيع مساحة الكرة اربعة طه نق تربيع طيب بنقول اربعة طه نق تربيع ليه لان انا عندي الكرة يا جماعة لو انا شفتها في المساقط سواء كان المساقط الرأسي او المساقط الافقي او المساقط الجانبي بشوفها عبارة عن دايرة يبقى انا من الاربع جهات لو انا بصيت من فوق هشوفها دايرة بصيت من تحت هشوفها دايرة بصيت يمين هشوفها دايرة بصيت شمال هشوفها دايرة ولذلك بيقولوا ايه اربعة طه نق تربيع يعني مساحة اربع دوايق ده مساحة الايه القرة كاملة طيب انا دي مش كرة كاملة دي ايه نصف كرة يبقى ايه ايوه يبقى اربعة طه نق تربيع في نص اربعة طه نق تربيع في ايه في نص يبقى انا اما اجي اجيب مساحتها هقوم كاتب هنا وهقول مساحة نصف كرة مساحة ايه نصف كرة طيب مساحة نصف كرة مساحة نصف الكرة وطبعا بنبدأ نعمل بقى الايه الخطوات علشان بعد كده هنكتب بقى مساحة نصف الكرة مساحة نصف كرة اللي هي دال بالمتر طبعا عدد واحد القانون اربعة طه نق تربيع في ايه في نص يبقى هنقول ادي الاربعة في تلاتة اربعتاشر من مية في نصف القطر بتاعنا اتنين واربعين من مية في اتنين واربعين من مية في نص النتج اللي هيطلع واحد وحداشر من مية يبقى احنا كده جبنا مساحة النصف ايه كرة طيب في حاجة هتيجي زهرة لينا هتدهن ادي الشكل كله اهو قدامنا الكل اللي ظاهر هيدهن هو اتكلمني وقال لي ان نصف الكرة هيضهن من الخارج ما جاب ليه سيرة من الداخل جاب لي من الخارج سوف يتم دهانها وجوانب الهرم الرباعي الناقص والقعدة العليا بتاعته وكذلك الاستوانة والقاعدة العليا بتاعتها والمنشور الرباعي جوانبه والقعدة العليا بتاعته لان القعدة السفلة مرتكزة طبعا على الارض طيب احنا اما جبنا مساحة الاستوانة اما جبنا مساحة الاستوانة جبنا المساحة الجانبية للإسطوانة والسطح العلوي للإسطوانة اللي احنا قلنا أيوة اللي هي دايرة طيب الدايرة دي هل هي زهرة قدامي طبعا مش كلها زهرة آآ آآ يبقى القاعدة السفلة للهرم الرباعي الناقص مغطية جزء من أيوة من دائرة الإسطوانة اللي هو السطح العلوي من الإسطوانة يبقى دا ايه 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 دا مش هيدهن يبقى هنعمل فيه ايه يبقى هننزله يتم تنزيله من مساحة ايه من مساحة القاعدة العليا للإسطوانة طيب يبقى احنا ما بنيجي نعمله بقى في الجدول بنكتب ايه بنقول تنزيل بنقول ايه تنزيل القاعدة السفلة للشكل ايه للشكل به الشكل جي بالمتر طبعا هي وحدة اه على شكل ايه احنا قلنا الهرم الرباعي الناقص يبقى القاعدة مربعة سواء كانت العليا او السفلة يبقى ضغط تربية طب هي كان واحد عشرين في واحد عشرين واحد عشرين في واحد عشرين النتج اللي هيطلع كام هيطلع واحد واربعة واربعين الله انا كتبته في خانة التنزيل اه يبقى احنا كل اللي احنا جبنا مساحته وبنقول عليه لزوم يبقى ده بيتحط في خانة الاضافية اما اي تنزيل بيتحط في خانة التنزيل طيب وبعد كده انا بعمل ايه طيب هل في حاجة تانية هتتنزل طبعا لا ما فيش في المؤيسة حاجة هتتنزل يبقى بضطر اعمل خط بها وابدأ اجمع ابدأ ايه اجمع طبعا ما فيش تنزيل بجانب التنزيل الخاص بالقاعدة يبقى بتنزل واحد اربعة واربعين ونبدأ نجمع مع بعضينا الاطوال اللي في خانة الاضافية اللي هي في خانة الاضافية بتنزل هنا طيب وبعد كده بنبدأ من ايه نجيب مساحة الاجمالي اللي هو مشفي يعني ايه مشفي يعني خالي من الاجزاء اللي هي مش هتدهن طيب بعمل ايه انا بعد ما جمعت الاضافية ببدأ اطرح منها التنزيل والناتج اللي بيطلع بيتحط هنا طيب وبعد كده ببدأ اعمل ايه بيقول لي هو عوز مساحة عشر يبقى انا ببدأ اخد المساحة بتاعة حامل الزهور ده وابدأ ايه اضربه في عدد عشرة طيب نكمل مع بعضينا المؤيسة من خلال الرزق علشان نبدأ نشوف النهاية الخاصة بالمؤيسة طبعا ادي الجدول بتاعنا زي ما احنا قلنا ادي الخطوة الاولى اللي هي مساحة المستطيل جوانب والخطوة التانية اللي هي القاعدة العليا ثم لزوم دهان الاستوانة لا المساحة الجانبية بعد كده القاعدة العليا للاستوانة بعد كده جوانب ايه جوانب الشكل جيم اما دمعنا طبعا وقلنا ان الجوانب عبارة عن شبو منحرف وقلنا مساحة شبو منحرف القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى على اثنين في عين بعد كده القاعدة العليا للشكل جيم اللي هي على شكل قلنا مربع اللي هي ضد تربيع يعني ستين في ستين بعد كده لزوم دهان نصف ايه ايوه نصف الكرة وقلنا ان مساحة الكرة اربعة طهنق تربيع طيب مساحة نصف الكرة يبقى اربعة طهنق تربيع في ايه في نص بعد كده تنزيل القاعدة السفلة للشكل جيم اللي هي القاعدة الكبيرة اللي هي واحد عشرين في واحد عشرين والناتج بتاعها واحد اربعة واربعين وتحط في خانة الايه التنزيل بعد كده جمعنا طبعا الاضافية اللي هي كلها ادتنا اربعتاشر متر واحد وستين اربعتاشر متر واحد وستين طرحنا الاربعتاشر متر واحد وستين ناقص واحد اربعة واربعين ادتنا تلاتاشر سبعتاشر من مية بعد كده بقى باخد سبعتاشر ويه تلاتاشر وسبعتاشر من مية وينضرب في عدد كام في عدد عشرة ادتنا كام إدتنا 131.70 من 100 متر مربع بيتم تقريبها لعدد صحيح و بتكون 132 متر مربع تقريبا و كده نبقى احنا حلنا المؤيسة بتاعتنا جدول المسطحات طيب أنا دلوقتي لو عندي جدول خامات هل جدول الخامات مرتبط بجدول المسطحات طلاقا ده بيبقى في الامتحان عندي ده الوحده و ده الوحده يعني بيكون في جدول الخامات ايه جدول الخامات اللي هو جدول تكاليف حساب دهان مساحة مقدرة يعني بيكون مدهالي طيب هل المساحة اللي هو يكون بقدرها لي ممكن تكون هي مساحة مثلا جدول مسطحات ممكن بس مش الجدول اللي انت بتحله لان انت ما بتيجي تحل جدول المسطحات بتحله منفصل عن جدول الخامات طب جدول الخامات بيجي لك ازاي جدول الخامات زي ما احنا عارفين بيجي منفصل عن الجدول الايه المسطحات فبيكون مفروض لي مساحة فبقول لي اوجد تكلفة دهان مساحة مقدرها مية تلاتة وعشرين متر مربع بديهان الكوارتز فوق الجدران داخل جدول حصر التكاليف داخل جدول حصر التكاليف طيب اسعار الخامات مديني اسعار الخامات اللي احنا هنستخدمها مديني اسعارها جايب لي بلاستيك وجايب لي الكوارتز وجايب لي مادة البوليش وحطط لي الاسعار بتاعتها ثم محدد لي اجر فريق العمل اليومي اجر فريق العمل اليومي طيب بعد كده كاتب لي بيقول لي تكلفة تكسية ارضية بالموزيج تكلفتها ميتين وخمسين جنيه اه ده ايه بقى اي وقت سمي واحد بيقول لي اللي هي الاعمال الاخرى اللي هي الاعمال الاخرى ثم محدد لي نسبة الضميمة ارباح ونصريات وقلنا طبعا ان نسبة الضميمة ارباح ونصريات اللي هي سواء كان فيه فاقد فيه تالف فيه اي ادوات كان بيستخدمها تم استهلاكها واشترى غيرها تمام فبتحسب بتبقى اسمها ضميمة وارباح ونصريات في نفس الوقت يعني مصرفات صرفها ومن المحتمل يطلع له برضو نسبة ربح من خلال النسبة دي النسبة دي محددها لي بيقول لي تلاتين في المية تلاتين في المية التلاتين في المية بيضافوا على التكلفة العامة للمؤيسة ككل بيضافوا على التكلفة العامة للمؤيسة ككل طيب انا علشان احل الجدول ده طبعا لازم يكون مديني ايوا ايوا سامع واحد بيقول لي جدول المعدلات اه لازم جدول المعدلات طب جدول المعدلات ده ايه جدول المعدلات بيبقى فيه خطوات الدهان اللي انا هدهنه هو ايلي انه دهان كوارتز يبقى لازم يكون جدول المعدلات الخاص بديهان الكوارتز طيب بجانب خطوات الدهان مديني نسب الخامات اللي هو استخدمها مديني متوسط فردي الكيلو مديني معدل الانتاج العامل طبعا احنا تناولنا الحاجات دي قبل كده ووضحناها بالتفصيل وقلنا ازاي بيحسب عدد الايام ازاي بيحسب الكمية اللازمة طيب انا عندي كم خطوة عندي اربع خطوات طبعا بيسطر الجدول بتاعنا وعلشان نسطر الجدول لابد ان انا اكون حافظ الخطوات بتاعت كم خطوة اربعة طيب وبعد الخطوات الاربعة اه في خطوات لابد ان انا اكون حافظها لابد ان انا اكون حافظها طيب نتعالوا مع بعضنا كده نسطر الجدول علشان نتعرف على تستير الجدول الجدول بتاعنا اللي هو جدول الخامات جدول الخامات بتاعنا بيختلف طبعا عن جدول المسطحات ولابد ان انا اكون عارف تستيرته وحافظه بحيث اقدر اسطره في الانتحان طيب انا عندي كم خطوة دهان هو مديني اربعة يبقى انا بسطر اربع خطوات اولا بسطر اربع خطوات اولا ادي الخطوة الاولى ودي الخطوة التانية ودي التالتة ودي الرابعة وبكتب واحد اتنين تلاتة اربعة دول خطوات الدهان وباجي فوق هنا طبعا بكتب ميم اللي هو مسلسل وهنا طبعا خطوات الدهان طيب بعد خطوات الدهان بنسطر هنا كده وهنا دي اسمها الوحدة ودي اسمها الكمية ودي اسمها الكمية يبقى بنبدأ نكتب هنا كده الوحدة الكمية اللازمة اللازمة وهنا خطوات الدهان وجه بلاستيك زي ما موجود في جدوى المعدلات وجه بطانة كوارتز وجه بطانة كوارتز تاني او وجه كوارتز وجه بوليش طبعا خامة الوحدة بكتب فيها ايه الحاجات دي كلها انا بجيبها بالايه بالكيلو يبقى بكتب كاف 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 طيب بعد كده انا ببدأ اعمل ايه في خطوات تاني اه الخامات بتاعتنا كم خامة مديني جايب لي هو تلت خامات يبقى انا باجي بقوم ادي خامة ادي اتنين ادي تلاتة طيب لو في اكتر من كده هل اه يبقى انا بحط خنات اخرى ليه الايه الخامات دي عندنا الخامة بتاعتنا ايه فيه بلاستيك فيه كوارتز فيه بوليش وبنكتب هنا طبعا فوق الخامات طيب بعدها فيه خانة ايه بعدها فيه خانة عدد الايام وهنا اجر العامل طيب كده هنكتب هنا عدد الايام هنا الاجر هنا الاجور الخطوات الخطوات يليها خانة التقريب يليها خانة التقريب يليها خانة يليها خانة ايه ايوه سمي واحد بيقولي هو سمن الوحدة لكل صنف سمن الوحدة لكل صنف طيب يبقى بنكتب فيها ثمن الوحدة لكل صنف طيب بعد كده فيه ايه ايوه جملة ثمن الخامات او جملة ثمن الخامة ثمن جملة كل خامة طبعا جملة خامات كل صنف قصدها في اخر خانة اللي هي اسمها الملاحظات بنكتب جملة الاجور بنكتب جملة الاجور طبعا فوق هنا طبعا اللي هي الجملة جملة التكلفة طبعا ارش في جنيه جملة خامات كل صنف قصدها في خانة الملاحظات جملة الاجور ثمن جملة الخامات هنا جملة كل خامة هنكتب قصدها هنا جملة ثمن الخامات جملة ثمن الخامات اجماليها طيب نبدأ بقى اجر العامل كام اه قال لي ان اجر العامل كله والعمال مبلغ هنبدأ نحطه في الخانة دي طيب احنا كده سطرنا الجدول هنبدأ نعمل ايه في خطوة اخيرة هنا بعد ثمن جملة الخامات اللي هي اسمها الاعمال الاخرى اسمها الايه الاعمال الاخرى هل في اعمال اخرى طبعا في اعمال اخرى اعمال اخرى والاعمال الاخرى قال لي ايه قال لي 250 جنيه يبقى انا باجي هنا او مكاتب 250 جنيه ما فيش طبعا ارش طيب نبدأ بقى احنا كده سطرنا الجدول بتاعنا بنبدأ نتناول خانة خانة بنقوم بعملية ملقها ازاي طبعا اول خانة اللي هي ايه الكمية اللازمة اللي هي الكمية اللازمة تانا علشان اجيب الكمية اللازمة للخطوة الاولى الكمية اللازمة للخطوة الاولى طبعا بنعمل ايه بنقول الكمية اللازمة نجيبها يبقى المساحة على متواصف فرد الكيلو زي ما احنا قلنا قبل كده وتناولنا طريقة حل كل خطوة من الخطوات وازاي بنحسب عدد الايام والتكلفة بتاعتنا الى هنا تنتهي علاقتنا على امل اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله